الاستخدام الامثل للموارد المتاحة في الزراءة يعطي ثماره في محافظة الانبارة خاصة في محاصيل الخضروات الصيفية في المناطق الغربية تم الاكتفاء الذاتي من خمسة محاصيل أساسية اللي هي الطماطة، الخيار، البصل، البوتيتا، البوتنجان وتم تصديرها إلى داخل المحافظة إضافة إلى بعض المحاصيل مثل البطاطة تم تصديرها من مناطق القائم وراوة إلى بغداد والبصرة وبقية المحافظات طالب وزاعة زراعة إيقاف استيراد تنبيع محاصيل زراعة مع ما يعيش العراق بشكل عام ومحافظة الانبار بشكل خاص من شحة المياه سطارت الكوادر الفلاحية في غرب العراق من الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من محاصيل صيفية عديدة مثل الخياري والطماطة والفلفل والبصر والبذنجان أتوكم كبقارين، ما اختلف عنكم؟ والله طبعاً المحاصيل العراقية والمحاصيل الأخص المحاصيل الهدوية فرق شبير عندنا المحاصيل المستوردة ومحاصيل اللي تنزل مثل الطماطة، القثة، الخيار، البذنجان يأثر عليها المستوردة بشكل شبير من تنزل فتأذى بها الفلاح وتأذى بها إحنا وتأذى بها المواطن كل شيء يتأثر وحتى بالسوق يتأثر عليها ونتمنى أن يحذو الفلاحين حذو المناطق الأخرى باستغلال مناطق كبيرة خلافاً لما يقوم به الفلاح حالياً من استغلال مناطق صغيرة جداً لغرض اكتفاؤه الذاتي فقط هو نحاول أن نكون الدعم للمحافظة كاملة وليس للفرد الفلاح نفسه توفير المنتجات الزراعية للمواطنين المحافظة بكافة مناطقها وتسويق الفائض منها إلى المحافظات الأخرى تعكس مدى مثابرة الفلاح الأنباري في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته والتقليل من عملية الاستيراد بالعملة الصعبة من الأنبار حمد القيسي زاكروز تيفي